في لعبة السياسة يقع العراق دوما في الخسران المبين لم يعد الامر محتملا امام حجم الضغط الشعبي بالتظاهرات تظاهرات لن تهدأ كما يقول الشباب وهم قوامها ورأس مالها اما رأس المال العراقي فقد بيع لاجل نفوذ في محاولات الضغط الامريكي على التركيبة السياسية المقبلة ضغوط امريكا من خلال دعم كتل موالية لها تتمثل في الضغط على محمد توفيق علاوي بابقاء القوات الامريكية مقابل التصويت لحكومته الجديدة ومنحها الثقة المطلقة العقبات الشعبية والسياسية امام حكومة علاوي كثيرة لكنها تولد من رحم العقل الامريكي المدبر لما يحدث وهو رهان قائم لا يتوقف لطالما تلعب ايران بنفوذها ايضا لعبة الرابح في الصفقات السياسية المتتالية امام هذا يضرب علاوي بعرض الحائط اي تأثير حينما يختار كابنته بدون تكرار الوجوه او الطيف الحزبي ويضع التكنقراط عنوان المرحلة المقبلة هذه المرحلة يكثر الحديث عن احتمالاتها فيما يقع الاحتمال الاكبر في انها لن تستمر اذا ما بقي الوضع على حاله وهو التأثير الاقليمي والدولي في مقادير الطبخة السياسية وهو ما يفسر تأجيل جلسة عرض الحكومة امام البرلمان والتصويت عليها لكنه تمهل ايضا في الصورة المقابلة رأي يؤكده مقربون من شخص علاوي يؤكد ان هناك توافقا كبيرا بشأن تمرير الكابينة دون عوائق حيث ان الاغلبية باتت مضمونة تماما بعد ان رفض رئيس الوزراء المكلف كل الضغوط التي مورست عليه سيما انه راعى تمثيل المكونات للأحزاب او الكتل السياسية في المحصلة فان علاوي ليس رجل احد وهذا ما يراهن عليه في المرحلة المقبلة اي ان الرجل سيكون بمثابة جنرال يدير سفينة الانقاذ ولو على مدار عامين باقل تقدير اما تظاهرات التي لا تريد حلولا لعام او عامين فهي تخشى تكرار السقوط الحرة وهو المرهون بيد الحكومة المقبلة والبرلمان المقبل ليبقى كل شيء مقبلا تحت مجهر المراقبة وانتظار النتائج ترجمة نانسي قنقر